اشتركوا في القناة الدرس دوت هنتكلم فيه عن الإضاءة طيب هل أخش على طول كده games next هنختار أي حاجة ما تشتفرق أولك خلينا عشان نمشي ونختار المكان بتاعنا زي ما احنا خدنا قبل كده كله تمام تمام خلاص هنختار المكان نحاوله على desktop يعمل لي حاجة اسمها tutorial مثلا دي الشغل دوت واسمه tutorial lighting create project وبعدين نستانى لحد ما يعمل لي البروجيكت بتاعي مسألة بسيطة جدا ما تشتفرقه ستفرقه صـواتحوات البروجيكت بسيطة جدا تمام زي ما نشوفين طلعلي المشهد بتاعي عشان ادخل طبعا اي حاجة عندي طبعا احنا قفنا المرة اللي فاتت عند الانتيرير ولكن هنمشي برضو من اول الفكرة كلها هاخد كل دول بالشكل ده وتقول له delete خلاص وهاجي الحاجات اللي انا مش محتاجها انا مش محتاج ال first person actor character عندي اي نوت هقول له delete label delete الحاجات دي بتبقى حاجات standard هم عاملينها بس لكن كله تمام grid دي ممكن تدايقني يعني show grid بالشكل دوت وتعالوا نفعل اول حاجة data smith importer من setting طبعا الشكل عندي هنا مختلف يعني بحب على طول اني اغير الايكونز عندي هنا هو برضو هتلاقوني مغير في البلو برنت هتلاقوا عندكم البلو برنت شكله بس متغير يعني هنا هتلاقوا طبع الايكونات بس لكن كلها باسمها يعني ولو انا مثلا حولت اجيب event عفوا event مثلا event begin play هتلاقوا هو هو نفس اللون ولكن flat شوية انا بحب الحاجة flat themes ما بتكونش نازلة مع الانريلي يعني لا طريقة اعلى بتصطبها او حتى انت تعمل حاجة خاصة بيك لكن يعني شوية ممكن تلخبط الناس بتاخد منفات تحطها وكده ولكن هناخد setting ونجيب ال plugins وهاجي عند ال built in وهكتب حاجة اسمها data smith importer data smith data smith importer هندوس على الوحش ده كده و هندوس yes خلاص بعد ما دوسنا yes هيقولك restart هتدوس restart save save عايزين بس ننبه على حاجة مهمة جدا يا شباب اللي احنا هندرسه النهاردة هو lighting عن طريق GPU light mass ال official اللي هو لسه ضيفاه اه شركة ال epic games في الاصدار اربعة وعشرين اه اربعة بوينت ستة وعشرين خلاص ليه؟ لانك من الاخر كده هتاخد نفس طريقة ال calculate بتاعة ال V-Ray ولكن زي ما هنشوف الجمال والحلاوة والطعمة والشقاوة يعني اه شبيهة بقبل نفس ال calculate بتاع ray trace خلاص ولكن مش full shadow ray trace ولكن بياخد لك الريالتي كانك شغل V-Ray بالظبط خلينا نشوف الوحش ده عمل لنا restart ظهرت لي اهو ايكونة ال data smith هدوس على ال icon ثم اروح عندي عايز اعمل بس import ليه يعني اي حاجة كده عندي ولكن انا مثلا عايز اعمل عندي حاجة مثلا انا مجهزة لل block ده مثلا بيقول لك هتحط الموضل بتاعك فين click mean وهنسمي ده my scene ب بالشكل دوت وهندوس اوكي هقول لك عايز يدخل ايه هقوله ال animation لا مش عامل animation كاميرات لا هعمل كاميراتي الجوهة لو انا عايز lights لا ده درس اضاءة انريل بمش بحتاج light بتاع الماكس انا عايز material والtexture والgeometry يعني لما اخذ الموضل بالtexture بتاعه import ونستنى شوية لحد ما ال import يخلص زي ما انتشافين ادي ال import بتاعي خلص زي ما انتشافين ادي المشهد بتاعي عامل كده هوت في حاجات كده مهببة اسود وما الى ذلك تعالوا الاول نحزف اللي هنا ده كده نعلم انا مش عايز ده مش عايز ده delete ولا ولا الحاجات بتاع الباب ديت كده delete والوحش ده برضو خلاص بالشكل ده انا محتاج يا دوب الباشا ده اهو زي ما هو كده عشرة عشرة على عشرة يدوب عشان بس نشرح على اي مشهد والسلام تعالوا نعمل build light عادي جدا جدا وهو بنفس الطريقة ديت هنجيب build light عندي في الساهم دوت هنجيب light quality هخليها preview خلاص ال preview حاجة سريعة يعني build light سريع مش production وكده وندوس build light خلاص انا كده بقوله اعملي build light عشان نشوف بقى الساواد دوت يتشال عندي ويعني نجهز المشهد ليه light from scratch ملكش ضعب دوت خالص دي حاجة خالص كده احنا يعني بتبقى حاجة فوق حاجة او ما الا دلك overlap يعني بس ملكش ضعب يعني بس ملكش ضعبية مش هد ازيج زي ما انتو شايفين ادي الدنيا بتاعتنا هنا هو بصوا عاملة ازاي ظلمة في ظلمة خلاص طبعا هنا عشرة الارض بس فيها reflection زي ما انتو شايفين ف بصوا لقطة معاكو السماء طب نعالج الموضوع ده ازاي هقول لحضرتك شوف احنا بدقين من الصفر اهو اول حاجة قبل ما نعالج وقبل ما البوست بروسس بوليوم مع لازم يتزبطوا في المكان بتاعهم هنجيب كده من هنا المربعين دول دوس اف من الكيبورد ونرابلسهم بالشكل ده وطبعا المفوض يبقوا يعني اديق عليه كده ولكن خلاص انتو عرفتوا بها اي من وشمال يعني اتحجموا المسألة شوية بالشكل ده طيب مشكلة السحاب السحاب عندي هنا ظاهر مع ان فوق هنا زي ما انتشافين هنجيب حاجة اسمها من الوحش ده اللي هو الـ هنجيب حاجة اسمها الـ هنجيب حاجة اسمها وانسقطه هنا اول ما سقطناه بصوا بصوا ما فيش اي حاجة هنا خلاص طيب بس كده انسقطه بس لا لازم برضو يتحجم على نفس المقاس الشقة بتاعتي او ما الى ذلك طبعا انا بشرح كاساسيات بس بسيطة يا شباب وإلا موضوع الـ الزات نفسه محتاج يعني احنا بس بنفتح الباب زي ما انتو شايفين حجمنا الموضوع بعد ما عملنا الـ بصوا ما فيش سماء هي هو لقيتلي بالظبط اللي فوق بصوا طبعا لو بعدتوا هنا ده موضوع تلي هي سكرين سبيس رفلكشن خلاص اسمه سكرين سبيس لكن او ما اتقرب ده عشان خطر المجهود على كارت الشاشة لكن هنا اهو انا واقف اهو خلاص كله تمام بعد ما عملت كده لازم ادوس هنا على السهم هنا واجيب حاجة اسمها بلد رفلكشن كابتشر كده خلاص بصوا رفلكشن كابتشر بتاعتي تمام التمام زي ما انتم شايفين حاجة تاني لو انا جوه المكان بتاعي كده ودست بلاي عشان العب بصوا انا هنزل هطير خلاص يبقى انا محتاج الارضية بتاعتي يبقى فيها الكلاجين هنعلم على الارضية ونيجي على الديتيل خلاص نيجي على الديتيل تنين كليك على الستاتيك مش خلاص هتخل جول كمبوننت زي ما انتم شايفين وهجيب الكلاجين واقول له بوكس كلاجين واندوز سيف بالشكل ده لو انا في الحتة دي كده واندوز بلاي اه طلع بره تاني اه يبقى كده فيه كلاجين كبير مانع اني اعمل او اني اتحرك طيب ايه هو الكلاجين دوت تعالوا نشوف كده لو انا دست هنا كليك يمين بلاي فروم هير لا مكتلعش كلاجين والحاجة تلعى الديفولت اريا اللي هي بتاعت الستارت لكن عالجناها زي ما انتم شايفين انا هو بتمشى جوه ثاني حاجة في بعض الخامات انا خدتها كده وخلاص معروف ان بعض الخامات لازم تتزبط من جوه المكس وكده وشرح معها باستفادة لكن طبعا مش هنشرحها فيه الاساسيات عشان الكمبليكس يعني لازم تكون عارف ان البلند ماتيريال اللي يمشي مع الداتا سميث ولي ما يمشيش وما الى ذلك ولكن حاجة زي ديت مثلا انا لو جبت لايت هشوفها لونها اسود طب ما تيجي نشوف يعني دي فعلا سودة لو جينا نعلم كده وجينا هنا على الماتيريال فتحتها اتنين كليك هيطلع لماتيريال انستنس بتاعها وجينا فتحنا كمان الماستر متيريال بتاعها الله ده اللي فيد الكالر لونه بورتقاني بس الظاهر اللي هنا اسود ده نتيجة اني مزبطت شوية حاجات كده في المكس في الماتيريال عشان كده جتلي بغير الحقيقة بتاعتها طب ينفع اغير طبعا طبعا ينفع خلاص بصوا كده الحركة دي هاخد كل دول بالشكل ده كل دول سلام عليكم وعليكم السلام تخيل كل سهولة يا ريس ما فيش اي تعقيد خالص هو طريقة مرفعتش فيه 100 طريقة تانية مبروك عليك خلاص 0.9 انا عايزة 0.5 0.2 0.1 0.1 كويس زي ما انتو شايفين الخيامة رجعتلي وما الى ذلك في اي حاجة قبلك وانت شغال وليكن مثلا وحش دوتنا ما عرفش هل ده لونه الحقيقي ولا لا اتنين كليك علي اتنين كليك علي اه لا ده ابيض يبقى هوصل دي بالباس كالر هيطلع لي زي ما انتو شايفين كده لا يبقى هامسح كل دول طبعا مفروض فيه كالر جوراديينت وكده ولكن انا بس سهل بس عليكم مش عايز انتفقنا الاساس الاول فيه او كل الحاجة في الكورس بتاعتنا اللي احنا مخاليين بلنا منها قوي ان الناس نكسر هيبة الانريل نفهم الناس ايه ده وبيتعمل ازاي وما الى ذلك طيب تمام 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 اثنا ومش هنا كده الباقي كله خلاص بقى الارضية عندي وده عندي والسافية ده وبيعني خلاص مفيش مشكلة تعالوا بقى نبدأ ننور المكان طيب اول حاجة انا عايز الصن اه او او اصول ايه ده الستارت كنا بنبدأ هناك انا عايز الصن ادخلها جوه وي السكاي ادخلها جوه بالشكل ده تعال يا سكاي هنا وعايز دايريكشنال اللي هو الصن تعال يا صن هنا طيب تعالوا كده عايز ادخل تعالوا ندوس alt 6 كده عايز اه ازبط بقى الصن بتاعتي زي ما انتم تشايفين وادخل مثلا الاضاءة بتاعتي هنا انا مش عايز سناب في الانجل عشان اقدر ازبط القصة بتاعتي زي ما انا عايز جميل جدا طبعا احنا هناخد الجي بيو لايت ماسك جديد ولكن تعالوا طب التاني طبعا هاخد وقت طيب خلينا نخش على طول في الجي بيو لايت ماس تعالوا بقى نفعل الجي بيو لايت ماس او الفيري بس جوه الانريل يعني من الاخر هتشوف اضاءة الفيري لحظيا وانت بتعمل بلد للايت جوه الانريل يعني مش بس كفاية انك عملت الف والحاجة بترندرة حواليك لا ده كمان انت بترندر نفسك والتي الفيري ما اضافة في الفيرجن الجديد اربعة بوينت ستة وعشرين اسم البلاجن اللي اضافوه جي بيو لايت ماس اوفيشيال خلاص بيتعامل باختقنية الري تريس تعالوا بقى نفعلو ركزوا بقى معايا عشان اللي عايز يمشي ورايا واحد اتنين تلاتة اربعة عشان نفعل جي بيو لايت ماس اوفيشيال هايجي عند سيرينج بلاجنز وهكتب على في بلاجنز جي بيو هتلاقي عندك جي بيو لايت ماس هتدوس انابل ممكن ندوس رسارت لا خلينا نعمل كل حاجة حتى واحد ما تدوسش الوقت رسارت هتيجي هنا البروجيكت سيتنج خليق اهو البروجيكت سيتنج هتنزل عند تقريبا البلاتفورم ويندوز هتلاقي عندك ديركت اكس اتناشر خلاص هتدوس هنا هتجيب ديركت اكس اتناشر هي كان الديفولت بعد كده هتكتب هنا حاجة اسمها راي تريس هنفعل راي تريس بص بيقولك يعمل رسارت ارجوك قوله استنى شوية يا ابن اللازينة هنجيب حاجة اسمها تكتشور خلاص تكتشور اهي هندوس عليها هندوس علي تحتها بعد كده هتقوله خلاص دلوقت يعمل رسارت مرة واحدة هقولك في حاجات يا باش انت ضفتها داتا سميث هسيبها هقوله سيبها ونستنى لحد ما يعمل لنا بتاعنا اللي عنده بقى كوباية قهوة كده يشربها وما الى ذلك اثنين ما سألت الري تريس الري تريس الري تريس طبعا الكروت اللي بيشتغل عليها الخاصية دي يا شباب لازم تكون كروت الار تي اكس عشان ترتاح تاني تنازم كروت الار تي اكس زي متشافين طبعا لحد الوقت المشهد انت بتقول اي عم السواد ولا ايه اللي جابني هنا لا واحدة 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 نعمل تشيك ايه اللي اتفعل معنا و ايه اللي ما اتفعلش اتفقنا الجي بيو لايت ماس من البلاجين ادي جي بيو لايت ماس لان احنا عملنا كل حاجة عمال يقول لي عمر السرط و قوله يا عم استنى فلازم نشوف هل هو cancel حاجات ولا لا المفروض تاتا تاتا يعني اللي كان انا حابيت عملها كلها مرة واحدة خلاص الجي بيو لايت ماس متفعلة تمام نخش في الري تريس هندوسكي الري تريس متفعلة زي الفول نخش في تكتشور اه virtual تكتشور ال virtual تكتشور متفعلين يبقى احنا كده في الساليكو دلوقتي نبدأ رحلة ال جي بيو لايت ماس اوف اشيل هنيجي عند البلد بتاع اللايت هتلاقي عندك ظهر لك جي بيو لايت ماس هتدوس عليه قايمة زي ما انتم شايفين كده هي دي كأنك شغال بي الفيري هحطها عندنا و تعالوا ندوس بلد بس قبل ما ندوس بلد لازم ال global illumination عندكم طمعا بصوا سهلة جدا ال جي كانت جول في ري جماعة ال جي اي سامبل كل ما تزود كل ما رزيلوش متاع ال جي اي يعلى خلاص انا خليها يعمل لسه يعني بالنهارك كده عايز اخليها قليلة خلاص خلاص خليها تنين وتلاتين يععم خلاص الستاشنيري لايت شارو سامبل لان الجي بيو لايت ماس الاغلب والاقوى لما بيتعامل بيه الستاشنيري يعني اي لايت تجيبه كده عندك الستاتيك والستاشنيري والموفابول وهنا جيم عادة ان احنا نتكلم فيه التلاتة دول طيب ملخص التلاتة الستاتيك الستاتيك يعني الاضاءة دي بترمي شادو على اي مجسم لو عندي هنا مجسم واعمل بيلد لللايت بيرميلي تحت الشادو بتاع المجسم ويبقى ستاتيك لو حركت الوحش ده الشادو يبقى ثابت ولو فيه اي حاجة موفابول ما بتتفعلش معاه خلاص طيب ده الستاتيك من اسمه ثابت ستاتيك خلاص طيب الستاشنيري ما بين الموفابول وما بين الستاتيك يعني ايه يعني لو عندي حاجة بتتحرك موفابول عادي يتفاعل معاه ده ملخص يعني بس الستاتيك عكسه والموفابول اكتر منه خلاص ده وسط ما بين الاتنين بس هو يلقط الشادو يثبته بس لو حاجة موفابول يسمح لها طيب ده ملخص بس عشان نقرب بس ليه الناس وإلا فهي اعمق بكده بكتير جدا حتى دخلها في كالكوليتور ريت فريس وقصة طيب الموفابول رقم واحد لا يحتاج انك تعمل build لللايت لو استخدمته ولكن المساوقه بيتقل على كارت الشاشة بيسمح بيرمي شادو على الحاجات الموفابول فقط اللي بتتحرك فقط معمول لها موفابول فقط ما بيتفاعلش مع الستاتيك تعالوا نشوف كده لو انا خليت الصن بتاعتي اول حاجة هاجي عند الجي بيو لايت ماس ونبدأ هنشرح كل دول بستاتا تاتا كده علينا هخلي دي برضو 32 وندوس build light تشوفوا بقى السحر يعيني عالجمال بصوا طبعا ده اللي هي ال جي بيو لايت ماس هيعمل لك عملية دي نويز ايه ده هو فيه كمان دي نويز زي الفيري او الله بصوا ادي المشهد بتاعي ما بقاش فيه اي نويز على الاطلاق تمام طيب ادي المشهد بتاعي طيب يا سيدي خلينا نرجع تاني الشادو باس انا عايز هملة بس المشهد بتاعي باي حاجة عشان كده شكله نتن طبعا لو انتم ملاحظين انا الشادو بتاعي اونلاين يعني انا الوقت بصوا بجيب الوحش ده الشادو بصوا الله ده شغال معايا ريت ريس اه طب ليه شغال بالريت ريس لانه عشان يطلع لك اعلى حاجة زي الفيري بياخد الكالكوليت بتاع ريت ريس يسبتها عنده بعد كده تقدر تلغيها بعدين فهو ده الجمال والدنيا مقلوبة عليه دلوقتي بصوا الشادو اونلاين دلوقتي الشادو شادو يعني حقيق طيب اي سيدي انا اخلي ده مثلا بالشكل ده كده ونجيب سفير عندي هنا مثلا ونفس الموضوع برضا نكبرها شو بس خليها نطلع جميل 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 تعالوا بقى نشتغل اول حاجة الصن بتاعتي او خلينا نجيب ندوس build light وهو build light انا هحرك الصن بصوا الله ده بيعملي build تاني بصوا عمال يعملي build زي ما تشاهدين طيب السكاي بتاعتي لازم تكون static كده كده المشهد بتاعك يشتغل صح لان السكاي بتاع الجي بيو لايت ماس لازم تكون static مش stationary حاجة ثابتة environment طيب صن بتاعتي زي ما انتو شايفين طيب لو انا جبتها بالشكل دوت ودست على الجي بيو لايت ماس build بصوا في نويز شوية كده هيشل النويز هيعمل كالكوليت اهو slow mode عملية ادي نويز بصوا في السواني هوب شلك يا باشا النويز ونتيجة شبيهة بيه الفيراي بصوا الجريديينت بصوا الشادو اللي موجود عندك هنا جميل جدا طيب تعالوا نتعمق اكتر برضو هقولك طيب تعال نجيب لايت تعال نجيب حاجة زي دي خلاص ونشغل الجي بيو لايت ماس هنجيب حاجة زي ديت بصوا كل ما اتحركها الكالكوليت بتاعنا يشتغل مايسبكش كده يقولك ها انا دلوقتي وصلت لحد الحتة الفلانية ها الحتة الفلانية وانت كل ده انت شايف قدامك الكالكوليت up to date وكالكوليت زي الفيراي بصوا زي ما انت شايفين ray trace يا شباب خلاص زي ما انتو شايفين اهو تعالوا نستنى هاو بيعمل كله بصوا هنا برضو فيه لان انا مقلل السامبل زي ما انت شايفين جي اي سامبل وستشنيري سامبل بصوا بصوا الجريديينت بتاع الشادو ذات نفسه بصوا الجريديينت بتاع الشادو ذات نفسه طيب جميل جدا 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 طيب تعالوا نبدأ شرح بقى في الوحش دوت بداية اول حاجة show progress bar بمعنى لو دوسنا على build light show progress bar بيوريك البارات اللي هي بتشتغل هنا دي وكده بصوا لو دوسنا كده نقدر نشوف خلاص تعالوا ناخد طيب هلوقتي بيعمل including texture يعني بيطبق هاخد دي هنا بالشكل ده وندوس building انا دست show bars بصوا بيعملها بسرعة ما شاء الله تمام الحقش هدوس show bars لكن هنا هي show bars تقدر تخفيها وتقدر تظهر show bars زي متشوفين حتى من بره environment ازاي طبعة بره ال الاضاءة بتاعتي جوه الاضاءات اللي جوه طيب عندك المود عندك full bake وعندك what you see طيب الفول bake وانت شغاله بيعملك كل ده طيب افرد بقى حاجات عندي فيها details يعني انا مثلا جبت ده كده يلا بينا بقى نبدأ بقى ايه يعني انا من طبع يعني ببدأ خفيف وبعد كده نبدأ يعني نزود بقى tools والادوات بتاعتنا تعالوا وحنعمل material lighting mode ايه عشان نشوف بس الاضاءة نعمل material من هنا نجيب content browser ونجيب بقى master material كده في السريع يا شبابها طبعا وبالمرة برضو راجع مع بعضين يعني add m master material ندوس عليه 2 click عندي هنا اهوة ندوس على الوحش ده لو عايز واجه مش هتعبدي باغي ادوس تلقات من الكيبورد والكود السري السحري ومولتيبلاي ادي المولتيبلاي وادي الوحش ده هنا ويتحط فيه اه لازم خلاص هنا massive هيقوم بالواجب وممكن ده يروح للبايز وده هيكون مثلا باللون الاحمر click يمين عليه وconvert parameter اسميه color والوحش ده هو click يمين convert parameter واسميه intensity وخليه مثلا 10 بشكل دوت save زي الفول هنفتح ال content براوزر click يمين وي create instance وهضفها للوحش دوت مجرد بس انت تدوس build ل light هيبدأ يتفاعل مع الباشا ده حاص زي ما تتشافين الفول yeah شباب زي ما تشافين انا شغال وهو شغال شغال Europa انت براحتك حفي�� لو hacer محلة يعني تعالوا Kelly اللي يبقى كذا شباب زي ما تشافين لكن انا طبعا مش عايزوا بالشدة دي click وهنقص بس الانتين استيبين عندي واخلي اللون على اخضر شوية خلي مثلا بتاع خمسة خلاص وتعالوا نخليه بدل فول بيك هيبقى بيك وات يو سي بيك وات يو سي هنجيب بيك وات يو سي هنلاقي ان انت لو بصص على الحتة دي دي بس اللي بتعملها بيك دي دي بس اللي بتعملها بيك طبعا احنا جوه الانريل يعني كل حاجة اصلا مترندرة خلقة فلما تيجي هنا هو شابهة بالفي راي اللي ما تجيب كده في الحتة دي انا عايز الانضر الحتة دي بس طبعا احنا جوه الفي راي معلم اشتغل اه برحتك وانت شغال بي بي ار كله زي الفول تعالوا نشوف كده بيك وات يو سي بلد بصوا انا هنا كده هيعملي بيك في الحتة دي طب اروح للحتة الحتة دي كده هيعملي في الحتة دي طب رجع تاني في الحتة دي بصوا الحتة دي. طب اروح هنا للحتة دي وبعد شوفوه. تمام يا شباب? زي ما انتم شايفين. طب اطلع برة هيوريك برة. تمام? جميل جدا جدا. عندك بعد كده الجي اي سامبل. وعندك الستشيناري زي ما احنا بيت فين. طيب. قبل ما نتطرق للاتنين دول. لازم تشوف اللايت ماب بتاعتك. اللايت ماب هي الحاجة اللي الانريل بيحسب بيها الاضاءة. بمعنى. عشان نفهمها. السر كله يدور حوالين حاجة اسمها الانراب جوه البرنامج لثري دي اس ماكس. ايوا حضرتك الانراب اللي معظم مدرسين الجرافيك بيهربوا منه. وبيقولك لا ده مش مهم. لا اي حد يقولك الانراب ده مش مهم بالقافة على طول. وانا متحمل نتيجة مسؤوليتي. الانراب هو الاصل الانراب هو الاصل سواء في تكتر. جوه الثري دي اس ماكس. او في بره الماكس. خلاص? او بره الماكس. يعني انا عندي كاراكتر اعايز اعمله تكتر. لو عملت له انراب كويس. هتشتغل بيه في الماري في الكويكسل في السبستينس بنتر في كله. في الثري دي اس ماكس. طب لو انت عملت بقى بالطريقة العادية بقى اللي هي للأسف يعني. انا وانا عندي مثلا حاجة كده انا. خلاص? وهجيب مثلا باكس. بص هم بقى بيقولو لكم ايه ده ده مهزلة والله العظيم مهزلة. مثلا. يقول لك ايه تعالوا نعمله كده ايه? هتعملولو ايه? هتعملولو ايه? هتعملولو يقولو. ال見 دب ليوة. يقولون. ليوrebbe ال見 داب ليو. ماب. هي بوكس. خلاص كده يا باشا. وصل لك خلاص يقول الله за jumbo. ايه لا دا كلام تهريج. يا جماعة ال見 داب ليو. ماب عبارة عن مستخرجة من الانراب. خلاص ال見 داب ليو자는 وقب waiver. عبارة عن مستخرجة من الانراب. بمعنى عن هركزوا كده على الدي centresEdload البوكس دوت لو انا جيت حطيت فوقي الانراب فيه حاجات كتير جدا انا عايز اشرح لك ولكن انا مقيد بعدد درس معينة يعني فبنحاول زي ما انتو شايفين عملت له بوكس تلو علي الانراب ديت هي هي بالزبط لما تجيب انراب هنحزف الاثنين واتجيب الانراب وتفتح وتعمل الوحش ده كله كترول اي مابينج فلات المابينج و اوكي شبيه بيها ولا لا ايه بس التنظيم يعني دي كانت هنا و دي كانت هنا لكن نفس اه الخريطة تقريبا طيب اه الانراب هو اصل فرد المابا والحديث عنه بصراحة يعني ده الحديث لوحده انا اعمل فيه كورس يعني اللي هو كورس الخامات تكتر وي البي ري اشاهد يا شباب خلينا نرجع هنا تاني عشان اشرح لكم بس حاجة مهمة السر في انك ازاي بتشوف كل حاجة هنا ظاهر والبي بي ار وهنا الخيال الشادو وهنا مش شايف ايه والدنيا كلها مترندرة معاك مش كده بس يعني شو فريم بير ساكند هنا انا عندي حاجة وتسعين او مية وي فريم بير ساكند يعني انا دلوقتي برندر كل ثانية معدل تسعين صورة اللي حما & them وتشوفوا قوة الوحشة ولكن هناك بعض المشاور عليها مش عايز مش عايز او طلعها يعني ولكن الصور بين الصور بين الجوة يعني لك ممكن نشوف صورة بس معلش عشان ده مشروع بس مهم بتاع ناس من امارات وكده عشان بس بحصل مشاكل ممكن اوريكو الصورة كان حاجة كده طبع application معماري للموبايل وما إلى ذلك الشاهد تقدر احنا دلوقتي يدقو بمشهد بسيط جدا جدا انتم شايفين كل حاجة وقعية وما إلى ذلك السر ده في ايه اولا بس ما اوريكو الصورة اهي خلاص الصور دي ما الصور حقيقية الصور ديت بفضل الله مطلعها من الانريل انجل زي ما انتم شايفين بالجي بيو لايت ماس اوفيشيال هي دي يا جماعة قوة الانريل والله اللول الوقت كان زماني يعني بفضل الله توسعت معاكم عشان تطلعوا نتائج زي دي لكن الحاجة الواحدة من دي تحتاج كورس يعني مدمر لازم تأسيس ومش بطيخ اللي بيتلاقي اي حد بي للأسف يعني يلا ديكو كورو ده لهو الابليكيشن بتاع الموبايل هي دي قوة الانريل يا جماعة وبرضو على فكرة احنا شغالين على يعني احنا شغالين لحد الوقت برضو اللي انتم شايفينه ده مش قوة الاضاءة اللي انا طلعتها بطريقة واقعية لا ده لسه في حاجة لكن عشان الابليكيشن للموبايل فمضطرين نعمله ونخش ونصطب الاندرويد ستوديو قصة كبير طيب ايه بقى السر برضو في الانراب واللايت ماب الانريل يا جماعة بيعتمد اعتماد كل عشان يوريكي الصورة يعني على طول على الخريطة دي كل شغال بينزل على الموديل بتاعك بيقرأ الحتة دي ايه معمول لها ايه الحتة دي اللي هي دي فيقوم اديها تون اضاءة ودي 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 طيب شايفين بقى الخط بقى الاصفر اللي هنا ده اه طيب ده المفروض مجسم كامل المنحنة ده كله كده ده كده مجسم كامل مظبوط اه حلوة قوي الخط اللي هنا ده بيظهر لك جول عشان فيه قطعة مش في مكانها لا المفروض تقطع لي ده مظبوط القطعة دي بيظهر لك جول انريل خط تسود كده لازم تعلي الريزيليوشن عشان يختفي طب انت لو عليت الريزيليوشن إيه لا يحصل الوقت هي طول الله طب وإيه الحل أقول لحضرتك بقى فايدة الانراب لأنه اعتماد الإضاءة بتاعة الانريل على اللايت ماب اللي هي الانراب لكن هي لما تروح الانريل بيبقى اسمها لايت ماب وأوريك كله وقت ازاي نبدل منها طيب اه دي التيبوت اللي احنا هننقله جوه الانريل الفكرة دي جات للوقتي يعني عشان بس نشرح عليه يعني عشان بس إفادة تكون عالية يعني السيم دوت أعمل في ايه حضرتك أقول لك بس يا باش انت ما تيجي نصلح هتقول ايه ده يوين فعن نصلح أقول لك اه اول حاجة يعني اول حاجة اصلا تعالوا شوف الفرد الطبيعي بتاع الماكس الـ 3DS ماكس الماكس عملوا به الـ UVW ولا عملوا بالانراب بصوا مجرد من حط الانراب عاجب لك الخريطة اللي الماكس عملوا بيها بس هو طبعا مش عملوا الانريل هو عملوا للماكس بصوا الفرد كل حاجة مستقيمة وما الى ذلك طيب تعالوا بقى نصلح طيب هاخد السيم دوت ادي واحد اتنين ثلاثة اربعة سبعة تمانية وعامل حاجة اسمها ايه stitch خيطها لي بصوا اختفى تاني الخطة اختفى كده انا وصلت بقى الـ Light Map الاضاء اللي هتنزل هنا هتتمزج بهنا طب وده موجود والقطع ده موجود لا طالما القطع ده موجود الـ Border الخضرة دي يعني الاضاء اللي هتنزل لي هنا هو هيقول في فاصل يعني اللي بعد دي غير دي فحاجة من حاجتين اما تعالي وتيجي هنا تزبط القصة بتاعتك خلاص طيب وطبعا في درس Live عملته على صفحة Studio Production اسمه الرد على الهبادين لان جالي شكاوي من الناس خدوا كورس في منطقة معينة وجاي بقول لي عايز يشترك عندي فقالت له طيب الكورس ده احترافي لازم اعرف انت انا احب ما على قلب تعال اخد لك اعمل كورس بتلتمائية وخمسين دولار ها يلا انا كسبته خلاص لا قل لي مستوىك ايه بسأله شكاة حاجات لقيته ضايع فهم تعامل رد على المسألة اللي خد عنده بيقول لي لا يا عم مش مهم الانراب والتتعب نفسك ليه لانت تاخد الموديل تحوله على الانريل طبعا بيقول لي عملت كده طيلا عنده في الستاير بقع صودة طب ما هو ده يا ابني اللي احنا بنقوله اصلا للانريل شركة الايبك جيمز قالت داتا سميث دونت وورك ويذ ارجانيك شايبس ليه داتا سميث فيها حاجة اسمها اوتو انراب الاوتو انراب ده اللي هو ده يا شباب بصوا اللي بيتعامل به الانريل انسوا بقى ده بصوا الاوتو انراب اللي هو ايه مابينج فلاتن مابينج اللي احنا لسه عاملينه من شوية كل خمسة واربعين درجة بصوا كوترول زي مابينج فلاتن مابينج بصوا كل خمسة واربعين هاي قطع لي هو ده الاوتو مابينج بصوا بقى المش بقى عامل ازاي فلو ده ارجانيك شايبس لا هيظهر لك بقع صودة وقصة تمام يا شباب فده حاجة خطر جدا في الموديل بتاعك فلازم نراعي الحاجات دي الشاهد انت هتيجي هنا اهو ادي واحد اتنين ثلاثة و ستاتش اهو 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 ممكن تسيب ده زي ما هو هتيجي هنا اهو ادي الوحش بتاعنا اهو التن كليك ممكن ندوس ماشي لو عايز يعني تعال نشوف كده هيجيبهو لي فين ايوه ماشي زبط لي هاي الحتة دي تعال نشوف الناحة التانية اتنين شكل ده هل في توصيلة لي ايوه فيه زي ما انتو شايفين انا بجمع اهو الوحش ده نائس حتة الحاجة انهو تلين كليك عفوا انا امعلم على ده طبعا فيه الكورس بتاع الانراب انا عامله ضمن خمات كورس خمات الفيراي طيب انا كده جمعت الشوية دول بس بصوا عندي هنا من تحت القصة بتاعتي بايزة خالص فلازم اجي هنا تلين كليك بالشكل ده وتقول له وتبدأ قصة بتاعتك من هنا كده تعلم على دي وبعد لو عايز او خلينا نشوف اللي نائس هو ايه وما خليش ايه اه واخلي دي ايه بعنا هاجي عند الحتة دي كده عفوا تلين كليك على الوحش ده وممكن تدوس كده المهم تفضل ماشي زي ما تشايفين بصوا لزقلي دي طبعا دول اللي هم عايزين ويلد هنشوفوا اللي هتفي النهاية يعني المهم تلين كليك الوحش ده وتدوس زي ما انتوا شايفين الناحية التانية تلين كليك على الوحش ده هتشيلوا الحتة دي وبعد كده هتعلموا هتجيبوا البرتكس تعلموا على كل دول وعندوكوا هناه زي ما تشايفين حاجة اسمها الويلد سليكتد خلاص دي كلها بقت حتة واحدة زي ما انتوا شايفين تقدروا الإضاءة لو نزت هنا مش هتعملكوا أي مشكلة طبعا ده مثال يعني تمام وتقدروا تعدوها جوه الانريل تعالوا بينا ادي فايل اكسبورت اكسبورت سليكتد وحنسميه تيبوت يلا بالشكل دوت هننتقل جوه الانريل داتا سميث وهنجيب الاكسبورتر من المكان نفس المكان اللي احنا عملناه اكسبورتر وهنلاقي تيبوت اهو عايزه فين؟ ما يسين عايز الانيميشن؟ لا 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 انا عايزه هو ويه؟ اهو ادي التيبوت بتاعي ادخله جوه في المشهة طبعا هو ما شاء الله هو واكل الجو يعني تقدر باتيعمله سكيل راحتك به طبعا ننغي الاسناب خالص بالشكل دوت زي ما انتشوفين طيب دلوقتي تعالوا تشوف هو اري اللايت ماب بتاعت المجسم ده رقم كام لو جينا علمنا على تيبوت الستاتيك مش ندخل جول كمبوننت بتاع الستاتيك مش هندخل هنا هو هنلاقي الجنرال سيرينج واندوس على السهم ده نلاقي لايت ماب كوردينيت اندكس 1 يبقى ده اري لايت ماب رقم واحد طب ايه هي رقم واحد ندوس على اليو في هاتلي رقم واحد خلاص هتلاقي ايه ده يا عم ده الاوتو فاكرين الاوتو اللي هي خمسة واربعين درجة اللي احنا عملناها جول 3ds max ده الاوتو جينيريت بس ده بتاع الداتا سميث اللي احنا لما قلنا الداتا سميث الاوتو بتاعه ايه هو هو اللي انت جوه الماكس لو جيت هنا عمل كده اهو مابينج فلاتن مابينج طبعا المفوض دي كتبها جوه بس يلا مابينج فلاتن مابينج ويه بالشكل ده اهو ده اللي انتوا شايفينه بس ترتيب مختلف بس لكن نفس ده هو هو بصوا ده فطبعا اللايت ماب ده متجزق ومتعور وحالته بالبلد لكن لو جينا 0 اه هي دي اللي احنا كنا شغالين عليها وهنا بقاري غير اللي احنا كنا شغالين عليها فلو حصل لي اي مشكلة قادروا لا اعمل لي رقم 0 و save خلاص طيب انا بس الاول احشان خاطر اه هرجع هنا كتروت زي طبعا عشان دي برا المربع بتاعي فلازم طبعا ادخلها بي الشكل دوت وعيد تاني طبعا نخلي بالي دي هتبقى channel 2 لازم تبقى channel 2 3 على فكرة يعني ولكن اي هتو اسهل لك يعني خلاص وندوس فايل export export selected وهاجي عند التيبوت وادوس على نفسه هو يقول لي override اقول له ايه باشا override we export بالشكل دوت ونستنى الحد ما يخلص تعالوا شو بقى نربلسه ازاي تاني جوا الانريل هو خلص ادي الانريل ايه التيبوت بتاعي كليك يمين browse to asset عشان يطلعولي هو فين في ال content browser بتاعي واعلم عليك كليك يمين re-import اول ما عمل لي re-import فتح لي الباشا بالشكل ده اللي هو الcomponent لو جينا على UV بصوا بقوا 3 ادي الصفر UV صفر ده هبولي واحد المنظمة اللي انا نكون تعملها جوا برنامج 3ds max اللي لو حصل لي مشكلة في رقم اتنين اللي هي auto light map generate قولنا عشان نفهم كلمة light map وحط unwrap auto unwrap generate اللي بيعملها لك data smith don't work with organic shapes ليه organic shapes مش شغال بيها ليه لان هي الorganic chips بيكون فيها منحنيات ودوائر بصوا كل منحنة كل 45 درجة ومطعها لي ده غير مطلوب عشان كده امتنى عامل وحدة مظبوطة فلو اي حد يا جماع يقول لك خد المشهد بتاعك ويلا على الانريل لان فيه حاجة اسمها auto light map generate يا جماعة غلط انقل بالطريقة دي كل حاجة انت عايزها ما عادة حاجة واحدة اي حاجة فيها منحنيات وبترجع تاني زي ايه زي السطارة خلاص الستاير زي بعض كرفات المخدات زي الهدوم خلاص اهتموا بالموضوع على فكرة عندي امثلة في البروجيكت اصلا اللي انا شغال فيه عندي بعض المشاكل ظهرت لكن بفضل الله عشان احنا الهدوم هنا كل واحدة من دول كان فيها طبيعي بيقبلك وانت بتختار بعد كده اللايت ماب فكل هدوم قبلتني في البروجيكت ده معمول لها مخصص بيها عشان تريحني انا بعدين ما يكونش الحتة دي فيها حتة صودة الحتة دي مش عارف ايه الحتة دي مش عارف ايه طيب يبقى الانريل بيعتمد على توزيعة الاضاءة دي على الانريل خلاص طيب يا جميل عشان نعلي بقى الريزيليوشن عندي هنا بوهق كده سودة وعندي الدنيا ضايع خالص اعمل ايه في حكتين بيتعاملوا مع بعض الجي بيو لايت ماس الاعدادات دي بتتعامل مع اللايت ماب دينسيتي ايه هي اللايت ماب اللي هي الانريل الاطول اللي احنا عملناها جوه الانريل بس احنا ادينا لها تشانل تو عشان ما تبقاش تشانل وان ليه طبعا يعني انا بحاول بس اذكر لكم كل حاجة خاصة بيها لكن طبعا ماينفعش الموضوع محتاج يعني توسع اكتر وماينفعش في درس او درسين يعني خلاص لكن يهمك تعرف ان الانراب اللي انت بتعمله جوه ال ثريديس ماكس للتكتشر هو هو اللي لو دخل جوه الانريل بيتم حساب كالكوليت عليه عشان كده اعتماده بيكون على انراب فرد تكتشر نضيف طيب يا سيدي يبقى تعالوا نشوف الريزيليوشن بتاع اللايتماب هنيجي عند لايت اللايتينج عفوا الاوبتومايزيشن ديتيل اوبتومايزيشن فيو مود وهنيجي عند اللايتماب دينسيتي اللايتماب دينسيتي ما بين الازرق اوي مرورا بالاحمر عندي في المشا دان فيش احمر طب يعني ايه احمر حتى لو موجود اللول احمر زي الوحش ده بصوا يعني ده واخد ريزيليوشن لايت ماب مكفره فانت بزكاءك بتيجي تبص كده على الموديل طب الموديل ده واخد لايتماب احمر يستحقه ولا ده موديل بسيط اوي ما يستحقوش لا ما يستحقوش هندوس عليه هنيجي عند الديتيل بتاعه هننزل تحت يا سيدي عند الوفررايد دين لايت ماب ريزيليوشن دوس عليه بصوا لو جينا هنا ورجعنا تاني عند لايت ماب دين سيتي هتلاقي بصوا هو كان كده بصوا المربعات صغيرة بصوا لو قربتوا المربعات صغيرة قال الزرر ريزيليوشن سيمبلز ودستو كده خفت شوية طب لونها بقى ايه بصوا التيبوت بقى شوية وشوية طيب ما تيجي نقوم عاملين بالجي بيو لايت ماس رندر كده تعالوا جي بيو لايت ماس زي ما انتو شايفين طبعا هو جاي ما لوش تيكتشور يعيني فتلاقي يعيني برضو حالته بالبالة انا هاخد التيكتشور دي مثلا خلي التيكتشور اي تيكتشور طالح حوائط مثلا دي ومسقطها على الغلبان دوت زي ما انتو شايفين بصوا بصوا شايفين اللايت ماب هنا حصل له ايه عشان احنا قلنا يا جماعة بيتم طريقة حساب الكالكوليت عن طريقة طريقة فردك اللايت ماب خلاص فوق عامل ازاي النقط تحت عامل ازاي لكن هنا طويلة و مش معمولة كويس زي ما انتو شايفين ومن تحت طيب سيب ويخلص خالص السلو مود تسعة وتمانين طبعا زي ما انتو شايفين الحتة دي ماشي الحتة دي ماشي طبعا في نويز كتير تعال نشوف هيعالج هالي ازاي عن طريق الدي نويزر اللي موجود زيه زي الفيراي بالضبط يعني في النتيجة وفي طريقة الكالكوليت الجديدة في الانريل كأنك شغال بالفيراي هيعمل لي ايه هنا اوه هيعالجها لي ولا هروحنا جوه الماكس اعالجها تعالوا شوف احنا بستنين اوت طبعا لو طلعنا برا نلاقي لسه في كالكوليت برا للايتماب بصوا لسه اربعة وتمانين سبعة وتمانين خلينا نثبت لحد ما يخلص خلص طبعا الكالكوليت الطريقة اللي احنا شغالين بيها يا طريقة اللي هي بيك ويذ بيك وات يو سي يعني الحتة دي تبقى كذا الحتة دي تبقى كذا قدرنا وانا هنا مثلا هضيف تاني بتشوف النتيجة طول وانت شغال وصادك بصوا بيحصل فيها ايه بتقوم جاي انت هنا مثلا نخليها عشرة وتقدر الاتنيواشن ال 4500 زي ما انتم شايفين هناخد مثلا اللي هنا برضو هناخده كده زي ما شايفين online على طول وانت وانت شغال خلي دي مثلا تبقى يعني يبقى عكس بعض شوية دي هننزلها شوية صغيرين بس عشان تبتدي shadow اننا عايزه وهجي هنا ووقف بعد كده هجيبه full bake و build زي ما انتم شايفين هعملي full bake لي الوحش بتاعي تعالوا نشوف بس ده هيحصل فيه ايه في الاخر عشان اوريكم ازاي نصلحه جوه زي ما انتم شايفين صلحه لي لكن عن طريق السامبل طيب تعالوا نركزوا كده هنا في عيب لو انا زودت ده هيعلي لي الوقت عندك حل من الحلين هتدوس عليه وتيجي هنا هوت مثلا وتشوف ادي light map بتاعنا رقم one وتنزل هنا هتلاقي light map coordinate رقم صفر طب فين هو رقم صفر ايه ده طب ما ليه حق يبوز انا عايز اللي انا عاملها رقم واحد هتيجي light map coordinate number one save وتيجي هنا تلاقي يا جماله يا حلوته يا طعمته عروسة طيب بعد كده تقوم جاي وتشوف هل هيظهر لك اي حاجات بلاوة تاني هتلاقي light map بتاعتك متزبط عليها الاضاءة زي الفل يبقى للمرة المليون تسمع اي حد يقول لك طبعا من غير retrace retrace ده ما بتعملش بالlight map بقى التقنية اللي نزلة في Unreal 5 ده موضوع تاني ده محتكرت شاشة 3000 وي بقى وقصة تانية هنعيط كلنا عشان ايه ده ما بتعملش بقى بالlight map ساعتها قولك ما تعملش underapp خلاص لو انت هتستعمله ولان اصلا بيخطب فيقة معينة حتى الجيمز اللي هتتعمل به او الانتيريور بخطب فيقة معينة يعني برضو بس بيحاولوا مسألة اقتصادية وكده يعني طيب الشاهد نيجي بقى دلوقتي ده light map تمام وما الى ذلك لكن في مناطق برضو محتاجة ما فيها زي corners وما الى ذلك التلاطيش اللي عندنا وما الى ذلك طيب تعالوا بقى نبدأ نعلي samples لان هنا كده محتاج samples كتير جدا يا شباب طيب تعالوا مثلا هنيجي الوحش ده هنرجعه هنخليه 64 والstationary هنخليه زي ما هو 128 128 lights for lights يا شباب ونأكد حاجة تاني دول lights دول هنخليهم stationary هنيجي انا edit هنخليه نأكد ان هم stationary هم اصلا automatic خلاص لو مش stationary هتخليهم stationary stationary ال 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 خلاص stationary بصوا لو هو كده static stationary طبعا لو كمل هتشوفوا الفرق ما بين shadow بصوا الموفابل حيديك موجود هو بس ميديك الحتة دي اللي جوه كله بي دول تمام لكن stationary بصوا نركز ثاني في الحتة دي هاو هخليني كده movable الحتة دي بصوا بيتعامل ازاي اهي ليه مش هيقصلك على اي حاجة سوى movable objects بس stationary بصوا static movable هتحسوا السواد غمق كتير جدا يا شباب طيب كده احنا زودنا وعملنا full bake خلاص عشان نشوف الفاينل بتاعه مش edit mode edit mode اللي هي اللي احنا جبناها what you see يعني بنظر لي كل حتة دي شوية الحتة دي وانت شغال بتحط اضاقتك بتحط حكتك وانت عملت تشوف render او مش هنسمي render الbuild بتاع light وقتي لكن اللي احنا الوقتي بنشوفه هو عملية build بقى كامل احنا زودنا samples شوية GI samples والstationary تعال نشوف هاي عامل ازاي 96% 100% 99% طبعا هو بيعمل كل ده طبعا هو بيعمل دي noise بيشيل ال noise الموجودة كلها هب ادي الوحش بتاعنا عامل بشكل ده طيب بصوا كده الوحش ده بصوا عامل ازاي هتعلم عليه خلاص وانيجي هنا هنجيب لازم اشوف light map density light map بتاعته ضعيفة هنيجي نوات ونعلي light map بتاعته هنخلي 512 مثلا يعني خلي او 256 خمسين خلاص او 228 طيب بعد كده هنجيب build light خلاص زي ما انتم شايفين كده وانشوف شوية حتلاقوا النقط اللي جاية عليه بصوا غير النقط اللي جاية هنا غير النقط اللي جاية على ده خلاص بصوا طلطيش النقط دي ما هي دي السامبل غير الوحش الكرة ده بصوا ده نقطه عامل ازاي ده يعني المناطق اللي واقع فيها الضوء على هنا تبصوا تبصوا هنا تبصوا هنا ضايع هلين نشوف 22 تعملين في المية نشوف القصة تبقى عاملة ازاي تمام 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 طيب اتغيرت شوية لكن لا تزال محتاجة دلوقتي لي احنا نعلي السامبلز اكتر واكتر فتقدر بقى اتعلي ده بقى الخمسمية واثناشر هيعلي لك برضو بصوا هتلاقوا حتى من غير ما نعلي هتلاقوا المنطقة اللي هنا دي انضف وانضف لي لان انا عليت اللايت ماب لكن هي عملية نسبية بتعلي اللايت ماب وبعدين لما تيكي تعلي تاني بتبدأ تشوف مافيش تغيير فبتبدأ ترجع تاني اللايت ماب زي ما كانت وتبدأ تعلي السامبلز هنا بنبدأ نزبط الحاجة بتاعتنا خلاص يا شباب هنا بقى الاردينس كاتشينج والفيرست باونس الخاصة بالفيرست باونس والوارتطام الاول زي زي الفيري عايز تعملو تدخلو في الكالكوليت ولا لا انا بستخدموش كتير يعني بستخدمو بس في المناطق اللي هي بتبقى فيها دارك او محتاجة اضاءات كتير غير كده كده فل الفل تعالوا ننزل على الدي نويز عملية الدي نويز بيقولك بص يا سيدي انت عايزوا اون كومبليتور او اون كومبليشن عفوا يعني ايه يعني زي اللي حصل لوقتي احنا بدأ نشوف كل حاجة نويز نويز بس لما يخلص بيعملي تيت 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 وبعدين يظهر لي الحاجة نضيفة يشل النيوز منها ولا عايزوا بصوا مش عايز دي نويز خالص ولا ديورينج انتر اكتف بريبيو يعني وانت شغال بتزبط المشهد اولو لا يا سيدي انا عايزوا وانا شغال بزبط المشهد وعايز كمان الفول بيك لأ what you see يبقى كده احنا هنبدأ بقى مزبط يلا بينا انا عايز اشوف القصة دي هتبقى عاملة معي ازاي دلوقتي خليني الاول معلشة عشان بس السرعة احنا بنسجل فخليها اتنين وثلاثين بصوا بصوا زي ما انتو شايفين احنا دلوقتي في المنطقة دي بصوا اول ما اللف بصوا بيعملي المنطقة اللي انا شايفها بيشلي منها الدي نويز بصوا زي ما انتو شايفين واحدة واحدة كده بيعملي معالجة الدي نويز تا 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 كل حاجة تا 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 نروح للنحية التانية خلاص انا خلاص يعني اتطمنت على دي بصوا هتحرك اضاعتك هيبدأ يعمل لك كالكوليت خلاص فمفيد جدا لما تيجي تشتغل الاضاقة بتاعتك ويعيني بقى طب انا هاللوقتي في الانتر اكتف مود عايزين نخفي بقى الايه تعالوا مثلا نرمي ده يلا مش محتاجين خلاص ومحتاجين مثلا لايت هاخد ويصحبه بالشكل ده الشكل ده زي هم شايفين الدي نويز ماشي في اللي انا شايفه بقوله اللي انا شايفه بس هو اللي اعمله لي دي نويز انا عايز اللايت دي تبقى اخف من كده بكتير او اثنين او ثلاثة او خمسة حتى تبقى كويسة او اربعة تمام 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 الوحش ده انا عايزه يبقى كده شوية زي ما انتو شايفين كده بتبدأ تزبط الدنيا بتاعتك تعالوا برضو لايتس ونجيبه ريكتانجل لايت بالشكل دوت وممكن انك نشغل السناب ويتخليه تسعين درجة وتزبطوا اي حاجة ما انت عايزها بتلعبها فيه الاكس والواي او الاسكيل بتاع الوحش ده اي حاجة او الوحش ده او او الوحش ده او او الاشكال بتاعك زي ما انت عايز اداة الجي بي و لايت ماس اوفيشيل قوية جدا جدا يا شباب زي ما تشافين اقدر اعمل هنا اللي انا عايزه تعالوا خشوا يا ناوت بيخلصلك المشهد بتاعك حتة حتة بصوا هنا اهي فاكرين لايت ماب لما قلتلكو ان الخريطة بتاعتي تعالوا اي حاجة ايه عشان نشرح عليها اوتوماتيك ايه حصلت ايه بصوا تفاكرين لما قلتلكو الخط ده الانريل بيشوفوا ان المنطقة دي طالما في خط يبقى دي لوحدها ودي لوحدها وبيحصل تباين الا لو عليت اللايت ماب هتقولوا لي ايه باش مهندس والتسجيل اهو موجود تعالوا اهو ادي الخط اهو ادي الخط اهو شايفينو انا بس التابلت الايبك الايبك مش مستطبه ادي الخط اهو بصوا موجود اهو ليه احنا خدنا بالنا من الحتة دي بصوا الحتة دي عم نزل مية بس الحتة دي الخط ده متغير على اللي هنا تعالوا نشوف اهو فعلا في خط اخضر هنا اهو ما تغير على اللي احنا عملناه هنا يبقى المية تكذب الغطاس ولا لا المية تكذب الغطاس يا جماعة ادي اهو عرفتو لازم تهتموا بيه تهتموا بيه الانراب لحاجتين مش بس عشان الانريل عشان خطر اصلا اصلا في التكتشر يا جماعة اصلا الاساس انكم كالجرافيك ديزاينرز او ثري دي ارتست لازم يا جماعة تكونوا عارفين الانراب يعني ازاي تعمل التكتشر بتاعتك من غير الانراب فعشان نضيع دي لازم نعليل رزولوشن متاع دي وعشان نعليل رزولوشن متاع دي هياخد وقت اطول يبقى الاسهل من هنا ونزبط بقى نيل بقى ديف دي وديف دي ده هينتهي وما الى ذلك طبعا انتو بقى جربوا احنا جربنا في الاول حتة اللي كانت هنا وكده ووريتكو اهو ادي السيمة اهو انتو بقى يلزقوا بقى الباقي بس وده كان مدخل بسيط بس لمعرفة الجي بيو لايت ماس اوفيشل الخاص بالانريل ارجع تاني معاكم هما عاملينه نفس طريقة الكالكوليت الخاصة بالفي راي بيلقط الكالكوليت الخاص بالري تريس وزي ما شافين اه تعملوا معه الايت ماب جميل جدا الشادوز اه وما الى ذلك بصراحة شيء في الوصف بس كده هنوقف كده الشباب حديث عن الجي بيو لايت ماس يعني ده لسه في بلاوي تعملوا لسه تعملوا مع وحاجاته اعمق من كده وكتير اتفقنا ان احنا نتكلم بسطحية جديدة لاننا لسه في كورس اساسيات الثري دي اس ماكس اه اعفوا اساسيات الانريل انجل بس كده لو في اي سؤال يا شباب تحت امروك انا خلص والدرس الجاي ان شاء الله هنشوف هناخد ايه في البلو برينت او نشوف هنكمل ازاي نطلع فيديوز وازاي نطلع صور اه وما الى ذلك او بعدين نعمل لالبروجرام يعني زي تعمل وبرضو ازاي نعمل اندرويد يعني تيمن عندي انا يلا مع انكم صعبة تلاقولها يعني بلاوي عشان كلها بس الدرس الجاي هحاول هنلم كده الدنيا اه ازاي ناخد شوية حاجات كده وبعدين نعمل يعني تعمل يعني للملف بتاعك البروجيكت بتاعك في الانريل ازاي تعمل ملف دوت اي اكس اي للعميل وفي نفس الوقت يشتغل على الكمبيوتر بس انت برضو العميل عايز يدي له كده الانتيريور بتاعه على موبايل اي بي كي خلاص من الانريل برضو ازاي نعمل الكلام ده ان شاء الله في الدروس اللي جاية السلام عليكم ورحمة الله يفكر مهندس الله يعطيك العافية عليكم السلام عليكم جزاك الله خير يعني ملاحظات مهمة خاصة في الورجي مكشب هاي دقيقة جدا الله يزاك الخير بقراص يا عمر الله بركتي الله حيك الله حيك نتابع ان شاء الله في الدرس الجاي وكما معكم عمر الشريف سرور شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته